حامل الوحي ومطبق السنة إمام للناس في دينهم ودنياهم وقد ارتضى جيل الصحابة خير الأجيال وأحسن القرون بهذه السنة الشرعية الحميدة ففتحوا البلاد ونشروا الدين في قلوب العباد مرة يقودهم أسامة بن زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقودهم أبو بكر الوحي إمامهم وقائدهم فأورثهم ذلك سلطانا ومكانة فريدة لا يمكن محوها على مر الأزمان من صفحات التاريخ قد أمهم أبو قلابة في سن السابعة من العمر عندما كان أكثرهم قرآنا ولم يجرؤوا على تقديم غيره في الإمامة احتراما واعتبارا لأمر الشارع الحكيم فعليكم بالقرآن يا شباب القرآن تدبرا وتطبيقا وعلما وتفسيرا تكونوا من أعظم الناس مكانة حتى وإن ازدراكم أهل زمانكم وحتى إن لم يعظمكم الناس في هذا الزمان زمان الغربة فالله عز وجل لن يتركم أعمالكم حتى وإن بخسكم الناس حقكم ومنزلتكم موقع لينور الإلكتروني www.linor.com